بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات رابعة متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات ولفيزياء أيضا ما زلنا معكم مع طرق البرهان على أن جسم خاضع جسما ما صالب خاضع لثلاث قواء غير متوازية كيف يكون في حالة توازن إذن لذلك جبدنا هذا النشاط قلت لكم أنه عبارة عن تمرين نموذجي ممكن يجيكم في الفرض ممكن يجيكم في الاختبار على الفصل الثالث ممكن احتمال وارد أيضا يجيكم في شهادة امتحان المتوسط إن شاء الله بالتوفيق لجميع خضيتوا على شكل تمرين نموذجي وستعملتوا باش نبرهن لكم على أن جسم يحقق شرطات توازن أو نفس الشيء في حالة توازن باستعمال الطرق ثلاثة بعد ما شفنا في الجزء الأول كيفية تطبيق طريقة المضلع المغلق ثم بعد ذلك شفنا طريقة الثانية هي محصلة قوتين اليوم أجيب لكم الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة هي كالتالية إذن هي طريقة تحليل قوى إلى مركبتين يعني شعاع قوى إلى مركبتين يعني بالحقيقة نكتب شعاع قوى راح نصحح إذن هذه الطريقة أيضا تستعمل للبرهن أن الجسم في حالة توازن بعد ما حققنا الشرط الأول قلنا أن الشرط الأول أن تكون حوامل كل هذه النقاط أو كل هذه أشعة القوى الثلاثة اللي هي B الثقل والقوى الثانية هي قوة جذب المغناطيس القوى الثالثة هي قوة توتر الخيط كل حوامل هذه النقاط قلنا أن الأشعة تلتقي في نقطة واحدة الآن الشرط الثاني لازم نبرهن أن المجموع الشعاعي اللي هو B زائد F زائد T يساوي السفر إذن البرهن راح يكون على هذا المجموع الشعاعي راح نستعمل طريقة تحليل شعاع قوى إلى مراكبتين أي قوة نستعملها هنا لتحليلها إلى مراكبتين هنا يختلف الأمر عن الطريقة الأولى والطريقة الثانية اللي كانت كما نحب ندي الأشعة هنا لازم نختار نقول اختيار محورين X و Y بحيث يشكلان معلما متعابدا هنا قبل ذلك قلنا أن شعاع F أو حامل شعاع F مع حامل شعاع B يشكل زاوية قائمة يعني هذا أفقي وهذا عمودي يشكل زاوية قائمة في هذه الحالة أنصحكم دائما أن نأخذ المحور X هو دائما دائما المحور الأفقي يعني هذا هو اللي راح نديه المحور الأفقي للقي وشكل معلما متعابدا دائما والمركز راح يكون نقطة تقاطع المحاور المحور إذن نرسم معلما نرسم المحور X دائي إذن قد لكم خذوها قاعدة دائما المحور الأفقي هو محور X أما المحور العمودي عليه طبعا نحن عدنا حامل شعاع F عمودي على شعاع B راح يكون محور Y إذن نرسم محور Y هكذا هكذا دائما يتم الإختيار أما O أو مبدأ المعلم هي نقطة تلاقي حوامل الأشعة هذا كبداية فقط لأن ضروري جدا أن أحل القوة التاعي على معلم متعامد حذري دائما المعلم لازم يكون متعامد منديش كيفي ثم بعد ذلك ألاحظ أن شعاع القوة F هو على محور الفواصل وشعاع القوة B على محور التراتب هذا الملاحظة الأولى أما الشعاع T وشعاع القوة T هو ليس على المحورين فقط كبداية فقط باش ننبهكم إليه الآن ماذا أحلل؟ راح أحلل شعاع القوة T على المحورين على المحور التراتب على محور نبدأ دائما بالفواصل راح أسقط هذا الشعاع على محور الفواصل أسقطه أيضا على محور التراتب كما تعودنا نديره راح ندير الإسقاط العمودي شوفوا معي وركزوا معي كيف أسقطه كيف ذلك راح نأخذ نهاية الشعاع T وباستعمال الكوز راح ندير الإسقاط العمودي هكذا أتمنى فقط أن تكون صورة واضحة إذا إذن بعدما سقط الشعاع T على TX راح نسمي هذه المركبة هذا الشعاع راح نسميه TX شعاع TX وهذا المركبة بعدما سقطت تاعي على محور الـ Y راح نسميها TG شعاع TG نلاحظ أن T تاعي هو محصلة طبعا راني في متوازي الأضلع محصلة شعاعي TX و TG إذن أولا نكتب T شعاع T نكتب T إذن نقول أولا نحلل قبل ذلك نحلل شعاع القوة T على المحورين اللي هما X و Y إذن قلت على محور X وش عندي عندي TX وعلى محور Y عندي TG و إذن حيث إذن نكتب إذن قلت T هي محصلة القواتين T تساوي T كشعاع زائد T هذه رح نسميها المساواة الأولى أو العلاقة الشعاعية الأولى اللي جبتها من الشكل ثاني شيء شوفوا معي من الشكل ماذا نلاحظ نلاحظ أن TX هي نفسها F أو نقص F لماذا؟ لأف جد في هذا الاتجاه TX جد في هذا الاتجاه لهما نفس المنحة القواتين F و TX لهما نفس المنحة نفس الشدة نقصوا بالمسطرة رح نلقوها بالضبط نفسها شوفوا معي هنا 1.73 هنا أيضا رح نلقوها 1.73 3.73 إذن هما قوتين F و TX هما قوتين متعاكسة في الاتجاه لهما نفس الشدة ونفس المنحة وبالتالي رح تكون شوفوا معي ولدينا أيضا ولدينا ماذا تساوي ماذا يساوي شعاع TX مركبة على المحور X تساوي ناقص F وأيضا مشعدنا أيضا من الشكل أيضا لاحظوا أن TG ماذا تساوي إذن شعاع القوة Y أيضا موجودة على نفس المنحة تعبي وفي اتجاهين متعاكسين إذن هذه في اتجاه هكذا طبعا هذا في الاتجاه هكذا متعاكستين في الاتجاه لقد نشوفوا الطويلة شوفوا معي الطويلة أيضا ستخرج لنا ثلاثة إذن له من نفس الطويلة نفس المنحة وفي اتجاهين متعاكسين وبالتالي ستخرج ل T Y المركبة على محور الترتيب ماذا تساوي تساوي الناقص B إذن وش راح ندير من العلاقاتين راح نجمع طرف لطرف إذن نقول هنا نجمع طرف لطرف ماذا أتحصل أتحصل على T X زائد T Y شعاع القواتين ماذا تساوي تساوي ناقص F ناقص B هذا من جهة ولكن ما نساش أن T X زائد Y ماذا تساوي تساوي T إذن نعوض إذن نكمل إذن قلت عندي الشعاع T X على محور الفواصل زائد T Y على محور التراتيب هذا سميتها المعادلة أو العلاقة الشعاعية واحد وثم عندي T X زائد تساوي F ناقص B إذن سميتها العلاقة الشعاعية الثانية إذن نقول من واحد واثنين ومش معنتها من واحد واثنين راح أعوض قيمة T X زائد Y ب T إذن تحصل على T ماذا تساوي تساوي ناقص F ناقص B إذن ماذا تساوي 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 T و F B أي الشرط الثاني محقق وبالتالي فإن الجسم في حال التوازن يعني يحقق شرط التوازن ملاحبة أخيرة فقط نقول نسمي هذه الطريقة طريقة تحليل شعاع قوى إلى مراكبتين حذاري ثم حذاري تحليل أي شعاع عندما نستعمل هذه الطريقة أولا للشرط الضروري أن نجد المعلم المتعمد تعنا وكيف رح نلقاوه نلقاوه دائما دائما عن طريق القوى التاعي نختار القوى وين تكون حوامل تحى متعابدة شرط ضروري جدا جدا أن يكون المعلم متعابدا أما مبدأه دائما هي نقطة تقاطع القوى أو حوامل تقاطع حوامل تقاطع الأشعة ثلاثة هذا كانت هذه الطريقة أتمنى فقط أنها مفهوما للجميع إذن تمنيتي لكم بالتوفيق سلام الله عليكم لا تنسونا فقط بالتعليقات الجميلة واللايكات لكي تعوم الفائدة إلى الملتقى إن شاء الله